افتتحت رائدة الأعمال خول مبارك الحساوي مسجداً باسم والديها المرحوم مبارك عبدالعزيز الحساوي وزوجته بدرية محمد الخشتي في منطقة العيون بمحافظة الجهراء ويتكون المسجد من دورين لم يخلوا من مميزات تفرد بها حيث يوجد مكان لكبيرات السن في الدور الأرضي ومصاعد كهربائية لمصلى النساء والسكن للعاملين ومكتبا ليكون أيقونة متكاملة الأركان ولمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع مرسل اي تي فيا العدالة أحمد لعنزي هو كان بالنسبة لي حلم من أحلامي أني أتمنى كنت حققه عائلة مبارك الحساوي من العائلات الكويتية الداعمة للعمل الخيري وبكل قوة سواء داخل أو خارج الكويت وفي شتى المجالات سواء كان بإنشاء دور لحفظ القرآن الكريم أو إنشاء مساجد أو مساعدة المحتاجين والفقراء واليوم في الشهر الفضيل وفي العشر الأواخر يفتتح أبناء مبارك الحساوي مسجد من أكبر المساجد في الجهراء وتحديدا في منطقة العيون جزاهم الله خير الجزاء فلنتابع هذا التقرير في هذا المسجد الكبير إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالولد الصالح أفضل ما يتركه العبد بعد رحيله عن الدنيا وهذا ما سعت إليه رائدة الأعمال الخيرية خول مبارك الحساوي لتكون واحدة من هؤلاء الأبناء الصالحين بعدما أقدمت بعمل قائم ببناء وافتتاح مسجد باسم والديها المرحوم مبارك عبد العزيز الحساوي وزوجته بدريا محمد الخشتي أطال الله في عمرها في منطقة العيون بمحافظة الجهراء والله هو مثل ما قلت لك هو حلم من أحلامي كان تمنيت أني أسوي أنا سويت مساجد كثيرة خارج الكويت لكن هذه أول مسجد أنشئة داخل الكويت واللي شجعني أخذ هذا المقر مساحته مساحته كانت بالنسبة لي مغرية 4000 متر فرح تشيل عدد أك كثير وخاصة الجهرة تنقسم حق أربع مناطق داخلها فالتعداد السكاني عالي فالله يجزي خير الشيخ فرحان حطي دبيدي ومثل ما قلت لك كان حلم من أحلامي وساعدني بهذا الأمر وتمينا تعبنا بالتراخيص لمدة سنتين لكن أنا برد الجميل حق والدي بسوي شي حق هالإنسان اللي عمري كله قضيته وهو شايلني على رأسه وفي نفس الوقت أتقرب لرب العالمين أبسوي شي صرح يعني يشهد للناس في الدنيا وفي الآخرة فعشان شديد الحمد لله الله قدرني بسنة وشهر ترى برغم قياسي خلصنا يتكون المسجد الذي تم افتتاحه في ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك الجاري من دورين وتبلغ مساحته الإجمالي أربعة ألاف متر ومسطح البناء ثلاثة ألاف متر وعلف متر لمسطحات خضراء وماقفة للسيارات ويتسع المسجد لثالثة ألاف وسبعمائة وخمسين مصل منهم لرجال ألفين وثمانمائة مصلي وتسعمائة وخمسين من النساء المصليات هو من أكبر المساجد وليس أكبرها لكن من دخل هذا المسجد الحقيقي أن شرح صدره وكما ترون في الصور وفي هذا التصوير نرى الحمد لله التناسق في الألوان وفي الفرش وفي الدكورات وفي الكهرباء وفي غير ذلك كذلك اهتمت المتبرعة الأستاذ المحامية خول الحساوي بأجود أنواع البناء وكذلك الآلات كالأنظمة الصوتية وكذلك إفطار الصائم في رمضان أيضا هذه من المشاريع التي تأكف عليها دائما خمسمائة وجبة يوميا في رمضان الحمد لله تبارك وتعالى ولم يخل المسجد أيضا من مميزات تفرد بها حيث يوجد مكان لكبيرات السن في الدور الأرضي ومصاعد كهربائية لمصلي النساء في الدور الثاني كما يحتوي المسجد على مكتبة بطول 17 مترا وعرض 9 أمتار واختارت له سجادا من أفخم الشركات في جمهورية الصين وبنوعية فاخرة وينظم القائمون على المسجد حلقات لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والرجال ودورات علمية شرعية على مدار السنة وكذلك لتعليم اللغات العربية هذا المسجد بعون الله تعالى ستنطلق منه دورات علمية كثيرة من داخل الكويت وخارج الكويت الضيوف وبالتالي ستكون هناك الدورات العلمية والحلقات القرآنية الكثيرة التي سنعلن عنها بعونها تبارك وتعالى بعد رمضان إن شاء الله تعالى جزى الله المحامي خول مبارك الحساوي خير الجزاء في هذا العمل الخيري عن والديها المرحوم مبارك عبد العزيز الحساوي ووالدتها بدريا محمد الخشتي أطل الله في عمرها هذا المسجد قبل لأبني وأسويه بعشر سنوات كنت بالتعاون مع الشيخ فرحان نسوي مسابقات قرآنية نسوي دورات نسوي المسابقة مالة حفظ السنة النبوية نسوي فطار صائم ترى من أيام أكثر من عشر سنين فالحين صار مكبتنا بمكاننا يعني فإن شاء الله ثواب الأبوي الله يغفر له والأمي الله يحافظها وللمسلمين كافة إن شاء الله أسأل الله إن شاء الله القبول من رب العالمي أحمد لعنزي لقناة اي تيفي العدالة